سهلاً خير وأهلاً وسهلاً بحضراتكم مرة تانية كلام كتير الحقيقة يحتاج وقفة ويحتاج تفكير ويحتاج نحطه قدام عينينا وإحنا داخلين على التسعين ديئة الأهمة في مشوار الأهلي على مدار السبع مواسم الأخيرة طبعاً بتكلم على نهائي بطولة دوري الأبطال وهدف تحقيق النجمة التسعة حي المجمهور النادي الأهلي بس قبل ما أدخل في التفاصيل وخليني أقول وخليني نكون متفقين حقيقة أنه شرف كبير للكرة المصرية والكرة المغربية أنه أطراف المربع الزهبي في البطولة الأصعب والأهم والأكبر على مستوى القرارة الأفريقية يكون مصري مغربي المواجهة الأولى حسمها كبير إفريقيا النادي الأهلي في مواجهة بطل المغرب الوداد والذي قلت لحضراتكم أن يظل واحد من أتقل فرق القرارة مقارنة طبعاً بنتائجه اللحاقة على مدار الموسم الأخير هل نتيجة الزهاب والإياب اللحاقة النادي الأهلي بفوس كبير وعريض في مجمله بنتيجة 5-1 على الوداد تأثر على اللقاء الثاني تأثر على نتيجة الرجاء والزمالك إزاي من الممكن أن نقرأ ردود الأفعال في المغرب على خسارة فرقة الوداد وتأثير ده على مشواره وعلى جهازه الفني الحقيقة بيشرفنا أن يكون معنا الأستاذة حليمة الدهوي الصحفية المغربية بإزاعة MFM من خلال الفيديو كونفرنس أستاذة حليمة مساء الخير وأهلاً بك على شاشة الأهلي أهلاً وسهلاً زميلي أحمد سمير يعني بداية خليني أشوف وأرى تقييمك لمواجهة الأهلي والوداد بشوطيها الشوط الأول اللي أقيم في المغرب ونتج عنه طبعاً فوز النادي الأهلي 2-0 على فريق الوداد المغربي على أرضه وبعدين مواجهة مبارح طبعاً واللي كان زي ما كنا منسمع من المغرب أنه فيه يعني توقعات أنه الوداد قادر على تخطي النادي الأهلي والتأهل النهائي وهو ما لم يحدث بل رأينا لحية تواهج لفرقة الأهلي وكانت قادرة على الفوز بنتيجة 3-1 ردود الأفعال في المغرب على المواجهة أول شيء مبروك لنادي الأهلي المصري بلوغ نهاء دوري أبطال إفريقيا أما بالنسبة للمباراة الأمس هي تحصيل حاصل لموسم ارتجالي على جميع المستويات بالنسبة لفريق الوداد هي خيبة أمل كذلك لكل المغاربة وخصوصاً الجمهور الودادي الذي كان ينتظر مباراة كبيرة للوداد الذي عودنا أن يكبر في المباراة الكبيرة وتقديم مستوى يليق بالكرة الوطنية المغربية ويليق كذلك بالمستوى الكبير الذي عودنا عليه الوداد خارج وداخل المغرب إذن كما قلت هو تحصيل حاصل لموسم ارتجالي على جميع المستويات تغيير المدرب في أربع مناسبات في ظرف لا يتعدى ثناب فمن الطبيعي أن يخرج الوداد بأي لقب هذا الموسم نتمنى أن يتدارك الوداد هذه الأمور واستعادة قوته على مستوى المغرب وعلى مستوى القارة الإفريقية في أقرب وقت لكن بالتأكيد الإعلام هناك لما تناول الخروج وأنا بعتقد أنه خروج قاسي لأن أنا قلت أنه بحكم وبمقارنة نتائج الوداد في الموسم السابقة وحصوله على البطولة والوصول للنهاية في النسخة الأخيرة فالخروج على إيد الأهلي بنتيجة خمسة واحد بعتقد أنها نتيجة قاسية وبالتالي في لابد من سواء من وسائل الإعلام في المغرب سواء من القائمين على إدارة نادي الوداد أو حتى من جماهيره تفنيد لأسباب الخروج بهذا الشكل من وجهة نظرك الأسباب التي قدت لخروج الوداد أمام الأهلي بنتيجة خمسة واحد طبعا هي نتيجة غير مرضية لجماهير الوداد والشعب المغربي هناك عدة عوامل سهمت في هذا الإقصاء والهزيمة ذهابا وإيابا أمام الأهل المصري من بينها كما قلت تغيير المدرب في أربع مناسبات في ضرف وجيز جدا وكذلك مجموعة من الأسباب الداخلية في النادي الأحمر رحيل المدافع الهداف محمد ناهيري الذي التحق مؤخرا بالدور السعودي للمحترفين رحيل كذلك أيوب الكعبي الذي يقدم مستويات جيدة على مستوى الهجوم عدم قانونية أشرف داري وميغيل بابطوندي عدم جاهزية الشيخ إبراهيم كومار الذي يعول عليه كثيرا في دفاع الوداد وكذلك اللياقة البدنية التي غابت بشكل مهول في مباراة الأمس بسبب موسم شاق على مستوى البطولة المغربية التي انتهت مؤخرا بتتويج فريق رجاء البداوي عفوا بالدرع رقم 12 إذن هذه الأسباب هي التي سهمت في إقصاء الوداد من نصف نهاء دوري أبطال إفريقيا طيب مازال أشقاءنا في المغرب يحتفزون بحلم تأهل أحد الفرق المغربية للنهائي عندنا مواجهة متبقية بين نادي الزمالك المصري ونادي رجاء البيضاوي من المفترض طبعا وبصفة الفرقتين منافس محتمل خليني أخذ رأيك هل تري أنه نتيجة اللي حسم بها الأهلي المواجهة الأولى ممكن أنها تأثر على المواجهة التانية وخصوصا أيضا أنه الزمالك المصري قدر يحقق أفوز على الرجاء المغربي على ما لعبه بنتيجة 1-0 بخصوص مقابلة الرجاء للزمالك المصري فالرجاء عودنا على الريمونتادة وكذلك حسب الألقاب أو التأهل للأدوار المتبقية من أي منافسة خارج ميداني نستحضر هنا مباراة كأس العرب التي جمعت الفريقين الرجاء والزمالك سنة 2004 كان هناك نفس السيناريو هزيمة الرجاء هنا بمركب الرباط بهدفين للصفر فيما مباراة الإياب عرفت توفج كبير للاعب الرجاء وتحقيق التأهل بثلاثة أهداف مقابل الصفر إذن مقابلة الوداد للأهلي هي مقابلة للنسيان سواء للوداد وكذلك للرجاء في هذه المنافسة الإسريقية لكن رجاء أصلة مني ونيابة عن جميع المغاربة خصوصا الجمهور الرجاوي نأمل أن يتأهل الرجاء إلى نهاء عصبة الأبطال ولما لا تحقيق اللقب هناك بالقاهرة التأهل النهائي ممكن تحقيق اللقب أعتقد أنه أمر في غاية الصعوبة بس خليني بمناسبة كلامنا عن الرجاء لا يعرف المستحيل الرجاء لا يعرف المستحيل وكلنا أمن لتحقيق اللقب من القاهرة لما لا بصفتي كمغربية نطمح إلى حسم اللقب هناك بالقاهرة من حقك تماما حلم مصروع ولكن بالتأكيد الأهلي لن يفرط في البطولة خليني بس بالمناسبة كلامنا عن الرجاء ومباراة الرجاء والزمالك أتمن منك على حالة لعبين الرجاء واللي عرفنا خلاص أنه في عدد من الإصابات بفيروس كورونا وعلى هذا الأساس تم تأجيل مباراة القابل النهائي نعرف منك حالة اللاعبين ونتطمن عليهم لو سمحت بالفعل هناك إصابة 16 لاعب بكوفيد 19 وهو الأمر الذي فرض على الكاف تأجيل مباراة الرجاء أمام الزمالك الحالة اللاعبين مستقرة ولا تدعو للقلق لكن ليس هناك أي بلاغ رسمي من النادي يؤكد أو يقربنا من الحالة لكن بعض الاتصالات مع بعض اللاعبين وكذلك بعض الأطور داخل الرجاء تؤكد أن حالة اللاعبين لا تدعو للقلق ومعنويتهم مرتفعة جدا من أجل خوض هذا النصف النهائي أمام الزمالك هناك بالقاهرة إذن الرجاء كله أمل ولاعبيه دائما مستعدين لهذه المباراة وهذه القمة من أجل استعادة طعب الفوز بعد الهزيمة هنا بمركب محمد الخامس بإصابة لسفر أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ حليمة الديهوي الصحافية المغربية بزاعة أم أفقام ونتمنى طبعا السلامة والشفاء العاجل لعابي فريق الرجاء وإن شاء الله بإذن الله يكونوا جاهزين لمباراة قبل النهائي مع فريق الزمالك المصري وكل تمنياتنا طبعا لنادي الزمالك بتخطي فرقة الرجاء